مواجن من قبرص تحمل رسائل عبر المتوسط إلى تركيا تأتي من تدريبات نمسس أي العدو 2020 نمسس 2020 العسكرية المدنية المكان المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص في مياه شرق المتوسط المشاركون ثمان دول قبرص فرنسا ليونان بريطانيا الولايات المتحدة مصر إيطاليا إسرائيل الحجم 22 سفينة عسكرية بينها 6 سفن خاصة 10 طائرات وكوادر عسكرية والهدف المعلن الاستعداد لأي طارئ في مشروع الطاقة لقبرص في مياهها الاقتصادية تلك المياه التي تواجه بحسب نقوسيا اعتداء بالتنقيب من قبل أنقرة هذه النسخة السابعة من التدريبات التي تقام سنويا لكن في هذا العام تحديدا الهدف الأوسع ربما ردع الأطماع بموارد قبرص الطبيعية محاولات الردع السابقة لتركيا في هذه المياه لم تكن ناجحة تماما سفنها تبحر ثم تسحب ثم تبحر مرة أخرى في سياسة اعتبرها مراقبون تلاعبا بالاتحاد الأوروبي كلما رفع ورقة التشدد والعقوبات هذه التدريبات رسالة بأن قبرص ليست وحدها ترجمة نانسي قنقر